النقل في النبات النقل هو العملية الحيوية التي يقوم فيها النبات بنقل المواد الغذائية والغازات بين أجزائه المختلفة لكن كيف يستطيع النبات انتصاص الماء من التربة ونقله إلى باقي أجزائه؟ لنبدأ من الجذر حيث الشعيرات الجذرية المسؤولة عن نقل الماء والأملاح فبأخذ قطاع عرضي من منطقة الشعيرات في الجذر نجد أنه يحتوي على ثلاث مناطق رئيسية وهي البشرة، القشرة، الأسطوانة المركزية أولاً البشرة وهي الطبقة الخارجية في الجذر والتي تتكون من نسيج من خلايا متراصة تتطور منها الشعيرات الجذرية ثانياً قشرة الجذر وهي عبارة عن نسيج يوجد بين البشرة وبين الأنابيب الناقلة في مركز الجذر ثالثاً الأسطوانة المركزية والتي توجد في مركز الجذر وتحتوي على أنابيب النقل وهما الخشب واللحاء أما عن كيفية حدوث عملية الامتصاص نفسها فإنها تعتمد بالأساس على الفرق في تركيز المواد داخل الجذر وخارجه فيكون تركيز الماء والأملاح خارج الجذر أعلى من تركيزها داخله وبالتالي ينتقل الماء والأملاح إلى داخل الجذر ثم ينتقل عبر الساق إلى بقية أجزاء النبات ولا تحتاج هذه العملية إلى طاقة من النبات أو أي نشاط آخر والآن جاء دور عملية النقل والتي تتم من خلال أنسيجة نقل متخصصة تسمى بالأنسيجة الوعائية وهذه الأنسيجة منتظمة في النبات بداية من وجودها في الجذر الساق ثم إلى الأوراق فعند معظم النباتات على اليابسة تنقسم الأنسيجة الوعائية إلى نسيج الخشب ونسيج اللحاء نسيج الخشب يمتد نسيج الخشب من الشعيرات الجذرية ثم إلى الساق وصولا إلى الأوراق ويتميز هذا النسيج إلى أوعية متسعة وقصيبات ضيقة وهي أنابيب مغلفة بمادة اللجنين لتساعد على استقامتها تتمثل وظيفة هذا النسيج في نقل الماء والأملاح من أسفل إلى أعلى أي من الجذر إلى الورقة حيث تتم عملية البناء الضوئي والتي يتم فيها تفاعل الماء الممتص من التربة وغاز ثاني أكسيد الكربون الداخل إلى الورقة عبر الثغور في البشرة السفلة في وجود طاقة الضوء الممتص لينتج الغذاء الذي يحتاجه النبات وهو الغلوكوز ويخرج الأكسوجين عبر الثغور إلى النظام البيئي وكي يصل الغلوكوز إلى باقي أجزاء النبات فإنه بحاجة إلى نسيج آخر وهو نسيج اللحاء ذلك النسيج الوعائي المختص بنقل الغذاء المصنع في الورقة إلى جميع أجزاء النبات والذي يتكون من الأنابيب الغربالية والخلايا المرافقة وبرانشيم الخشب وبهذا إذا نظرت إلى مرور المواد عبر النبات ستجده وكأنه طريق ثنائي لاتجاه شديد التنظيم لكل ما يمر به